عندنا النهاردة نظرة سريعة كده على تاريخ منتخب مصر من بعد 2010 آخر اللحظات المضيئة في تاريخ الكرة المصرية على مستوى المنتخب وهرجع تاني أقول لك بص الفارق لأنه لو الأهلي مش موجود مش عشان أنا في قناة النادي الأهلي ولا أنا عشان أنا أهلاوي أنا بتكلم من منطلق جرتي على الكرة المصرية وعلى اسمه منتخب مصر وعلى عالم مصر نفسي يبقى مرفوع احنا في نفس الوقت في نفس الوقت اللي قدمنا أسوأ عروض أربع مطشاط كلهم توطر وضغط عصبي وتنشانة وحتفرقش على الكرة عشان كده التقاهل بشقة على فكرة انت لو كنت قدمت 50% من مستوىك اللي كنت بتلعب فيه في الكران الأخيرة في الكاميرون النهاردة كان بقى طريقك ممهد للنهائي تلعب الفيز من غينيا بيساو غينيا اللي هي غينيا كونكري وبعدها كود ديفور اللي طلعت السنغال دي القصة فتخيل بقى انه لو الاهلي مش في المعادلة يعني لو الاهلي جزء من او ماشي بنفس النظام او بنفس الطريقة اللي بتدور بيها الكرة في مصر فبالتالي ما فيش للأهلي أفريقيا وما فيش للأهلي العالمي وما فيش للأهلي يعني مشرف سمعة الكرة المصرية خلينا نقوله انه كان خارج المعادلة وحاله من حالة الكرة المصرية كان هيبقى النظام فتعالا بص بقى نشوف احنا صرفنا كام والقصة مش قصة صرف بس بس تعالا نشوف احنا صرفنا كام انا عندي مشاكل كتيرة جدا في عقد فيتوريا لسه هتكلم فيها يعني يعني قصة فيتوريا دي وغالبا السيناريو الاقرب لفيتوريا هو الرحيل اذا ما وافق الرجل انا هجيلكم في تفاصيل فيتوريا بس تعالوا نشوف حجم الانفاق على المدربين بتوع منتخب مصر من بعد مرحلة 2010 لتولوا المسئولية لغاية يومنا هذا ودعالوا نشوف كل مدرب او كل اسم حقق ايه بعد كابتن حسن شحاتة الامريكي طبعا بوب برادلي تولى المسئولية من 11 ل13 لعب 32 مباراة منهم 10 مباراة رسمية و22 مباراة والدية حقق 18 فوز 6 عادل 8 هزيمة سجل 61 وعليه 46 كان بيتقادة في الوقت ده طبعا ده كان رقم كبير جدا راتب شهري 45 ألف دولار والنهاردة طبعا حتى النهاردة رقم يعني يعتبر كبير جدا وده طبعا الارقام دي طبقا للبيانات اللي اتيحت لنا لفريق عامل السادسة يعني ومشكورين الحقيقة قاموا بمجهود كبير جدا عشان يقدموا لحضراتكم الارقام دي في كل مراحل المداربين المختلفين تقاللوا المسئولية النفقات بالتقريب تقريبا في الفترة دي من 11 ل13 تتكلم على 2 مليون و160 ألف دولار وكانت النتيجة طبعا الاخفاق في التأهل للمانديان بعد بوب برادلي من 2013 جاي كابتن شوقي غريب لعب بس 9 مطشاط منهم 6 رسمي و3 ودي فكان انا حضرت مطشو مصر والسجنال في السادة القاهرة اللي اخسرنا فيه في القاهرة هنا لقى حقق اقفوز 3 مرات تعادل وحيد هزيمة 5 مطشاط وسجل 11 واستقبل 11 نيجي بعد كده الهكتور كوبر ودي يعني يمكن الرغم طبعا انه منتخب مصر كان في حالة هزيلة جدا وفي مرحلة تعافي خلينا اقول ما بعد الظروف الصعبة اللي مرنا بيها لكن نسبيا تقدر تقول انه هكتور كوبر نجح مع المنتخب اه ما حققش حاجة على مستوى الالقاب صفر من الالقاب والبطولات لكن في نهاية وصلك لأول مرة بعد ما كنتش بتتأهل حتى احنا مكناش قادرين نتأهل لبطولة قومة افريقيا وصلك انك انت تلعب نهائي قدام الكاميرو في 2017 وطبعا الفرحة الاكبر كانت في الوقت ده رغم ان احنا روحنا عملنا حاجة وحشة قوي يعني في روسيا كانت تتأهل لكاس العام مطشاط رسمية لعب 38 مباراة منهم 23 مباراة رسمية 15 ودية 19 فوز 7 تعادل 12 خسارة استقبل او سجل اول 49 واستقبل 28 وكان بياخد تقادرات بشهري شهري 70 ألف دولار النفقات تقريبا وزاد انا فاك المبلغ ده زاد بعد ما تأهل لكاس العالم ووصل ل110 ألف دولار يعني لو رقم اللي عندي دقيق يعني كانت النفقات بالتقريب بتتكلم في 2.5 مليون دولار وكانت طبعا وصيف اصافة افريقيا بعد ما اخسرنا من الكاميرون والتأهل لمونديان روسيا 2018 رحل هكتور كوبر وجيب عديق المكسيكي المكسيكي خافيار أجاري 2018 ودي طبعا كانت التحضير لاستضافة مصر لبطولة أمم إفريقيا أجاري لعم على المنتخب 12 مباراة منهم 9 رسمي و3 ودي فاس في 9 وتعادل في 1 وخسر 2 منهم طبعا الخسارة التي لا تهنسة وبرضو كنت فلستاد مش عارف انا وش يوحيش على المنتخب لما واحدر ما تشاط فلستاد روحت وخدت الولاد وكرنافال بقى وقلنا أجواء 2006 هترجع تاني ويلا نروح مصر وجنوب أفريقيا دور الستاشر الكان استاد القاهرة كارنفال استاد ولا أروع مليان جمهور كافة أطياف الشعب وهذه الصورة اللي كنت بكلمك فيها استاد القاهرة أو ملاعب الكرة في مصر مش حكر بس على مشاجعين الكرة استادات والمدرجات دي ملك للأسرة المصرية كارنفال يروح فيه الولاد الصغيرين والناس الكبيرة رجالة وستات وشباب يشجعوا يبقى يوم للمتعة ويوم للفصحة زي ما بتحصل في كل أنواع رياضة في العالم كله نرجع بعد هكتور كوبر بعد خفير أجاري 2018 خسر المباراتين زي ما قلت لكم طبعا كانت المباراة الأخيرة ليه جنوب أفريقيا في استاد القاهرة وخرجنا من دور الستاشر في الكان سجل خمسة وعشرين استقبل سبعة كان بيتقادرات بشهري مية وعشرين ألف دولار النفقات بالتقريب أو إجمال النفقات في الفترة 2018 بس مليون ونص مليون دولار والحصيلة الخروج من دور الستاشر في كاسر أمم الأفريقية لكابتن حسام في مصر عشان لو كنت ناسي أفكرك طيب ماشي خفير أجاري وجيه حسام البدري لعب مع المنتخب بس تسعة مطشاط منهم ثمان مباراة رسمية مباراة واحدة ودية حقق إيه كابتن حسام حقق الفوس في خمسة وتعادل في أربعة وسجلهم من الخسارة بلا هزيمة سجل 13 واستقبل أربعة وتعرض برضو للمجموعة من الانتقادات الكبيرة جدا وجيه بعديه كارلوس كيروش وكارلوس كيروش ده لي نوافة معه الحقيقة كارلوس كيروش لعب مع المنتخب 20 مباراة منهم 19 رسمي مباراة واحدة ودية فس في 11 تعادل في 6 وخسر 3 مباريات سجل 25 هدف المنتخب معاه واستقبل 9 أهداف وكان بيتقادرات بشهر 100 ألف دولار ونفقات بالتقريب 700 ألف دولار والحصيلة واصيف كاس أمم أفريقيا طبعا في مواجهة السنغال وعدم القدر على التأهل أو الترشح لكاس العالم بعد الخسارة أيضا من السنغال ثم مرحلة مش هقدر أقول مرحلة الحقيقة رجل الحقيقة تجربته ما اكتملتش ما خدش الفرصة كاملة يعني يهاب جلال مسك المنتخب 3 مطشاط لعب منهم 2 رسمي ووحدة ودي خسر طبعا من إثيوبيا في خسارة كاتليا ردود أفعال كبيرة جدا وخسر أعتقد من كوريا بنتيجة 4 كانت قرار الاستبعاد بقى إقالة استقالة يعني ما عنديش التفاصيل فاز مرة واحدة وتعادل ولا مرة وهو قسر مباراتين إثيوبيا وكوريا في كوريا وسجل هدفين واستقبل 6 أهداف وانتهت رحلة إيهاب جلال ثم روي فيتوريا روي فيتوريا لعب 18 واحد روي فيتوريا لم يسبق له تدريب أي منتخب قبل كده دي معلوماتي روي فيتوريا مدرب أندية فالاختيار وقع على أي أساس ما عنديش فكرة يعني خبراته إيه يعني كارلوس كيروش كان عنده تجارب نكحة كتير مع منتخبات أهمها إيران فيتوريا لا عنده خبرة مع منتخبات ولا عنده خبرة مع الكرة الأفريقية أساسا فكان القرار أن نروي فيتوريا هو رجل مرحلة اللي جاي يحضر منتخب مصر لفين لكاس العالم 26 معلش نرجع لأرقام المنتخب مع فيتوريا لعب 18 مباراة عشرة رسمي تمانية ودي حق الفوص في 12 تعادل في 5 منهم 4 بس في أمم أفريقيا إحنا لعبنا أربع متشاط في أمم أفريقيا مع منتخبات غير مصنفة اللهم غانا يعني اللي مش في حالتها محقناش فوز وهزيمة أو خسارة وحيدة سجله في منتخب سجل 40 هدف استقبل 13 هدف راتب الشهري 200 ألف دولار ونفقات بالتقريب 3.6 مليون دولار والحصيلة الخروج من دول 16 في كاس أمم أفريقيا نتيجة على فكرة بالمناسبة يعني أنا لو بقود المنتخب أنا مش هقولك مدرب من المدربين لدولة الممتاز المصريين سيبك من الأجانب يعني أنا مش هروح لأي اسم أجنبي أنا بكلمك المدربين المصريين بلاش أنا أي مدرب مصري يقدر يحقق النتاج لحقاها فيتوريا في أمم أفريقيا ويمكن كمان يعني أراهن أنه كان ممكن يعمل شغل أحسن من كده طبعا الأربع مطشط إضارة ولا أسوأ طريقة ولا أسوأ اختيارات في البدايات ولا أسوأ تبديلات ولا أسوأ اختيارات للقايمة من الأول خالص ولا أسوأ بصمات داخل الملعب ولا أسوأ يعني فيتوريا الحقيقة إذا كنت بقايمه في البطولة دي يعني هدي تقييم لمستوى المنتخب مع فيتوريا في البطولة دي فهو واحد أو اتنين وبقى أنا كده كرم الراجل ده كتير قوي